في نظرية في علم النفس الاجتماعي اسمها نظرية الزجاج المكسور او broken glass theory والنظرية بتقول ان شكل المكان بيوحي للناس ايه اللي مقبول فيه و ايه اللي مش مقبول فلو كان المكان معتنى بيه ونظيف فكل ده بيدي انطباع للناس ان المكان ده فيه اهتمام بيه وغالبا مراقب وغير مسموح فيه بالتعديات فالناس بتصرف فيه باحترام وفي المقابل لو الشارع مليان زبالة والحطان كلها جرافيتي وعوميد النور مش شغالة فالناس بتحس ان المكان ده مهمل واي حاجة ممكن تتعمل فيه بدون ايه تبعات لو مكان العمل دايما نظيف وحمام الشغل دايما فيه صابون والشخص المسؤول عن البوفيه دايما شكله هندام والمديرين حريصين انهم يبتسموا ويسلموا على الموظفين كل يوم الصبح فكل ده بيوحي للموظفين ان المكان ده محترم وابتاع شغل وبالعكس لو الدنيا مهرجلة والمديرين ما بيسلموش وبيسألوش ومافيش نظام عام للمكان فده بيوحي للموظفين انهم ممكن يزوغوا او يكسلوا او حتى يسرقوا كمان اما بالنسبة للبيت لو الاب والام مكسلين في موضوع ترتيب البيت فالطفل هيبقى اسهل عليه ان هو يخترق القواعد ومش هيطبق هدومه ولا هيلم لعبه لان البيئة اللي حواليه مش مساعدة اشتركوا في القناة